تدمير التراث التاريخي للمنطقة أحد أهداف النظام التركي في شمال سوريا وهذا ما تؤكده ممارسات الفصائل الإرهابية التابعة له في المناطق المحتلة وخاصة ما تقوم به من نهب للآثار بشتى الطرق قبيعها في تركيا نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا قال لوكالة الأنباء السوري الحكومية إن الجماعات الإرهابية تقوم بحفريات للبحث عن الآثار والتحف المعمارية والتاريخية بالقرب من عفرين المحتلة من قبل تركيا وذلك باستخدام معدات ومتفجرات حديثة وثقيلة إيغوروف أوضح أن هذه القطع الأثرية القديمة يتم إرسالها إلى تركيا لبيعها في السوق السوداء في وقت لاحق مشيرا إلى أن العديد من علماء الآثار الأمريكيين والأتراك يتعاونون مع الجماعات الإرهابية لنهب التراث الأثري لسوريا وارتكاب جرائم ضد شعبها وتاريخها وحضارتها من خلال تدمير المواقع الأثرية ومنذ احتلالها في عام 2019 من قبل النظام التركي والفصائل الإرهابية التابعة له تخضع عفري لمختلف أنواع الانتهاكات من بينها سرقة آثار المنطقة لبيعها في السوق السوداء وتم الكشف عن بيع القطع الأثرية التاريخية المهربة من سوريا عبر تركيا في وثائق استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية من داعش وبحسب وثيقة حصل عليها موقع روسيا اليوم فإن تنظيم داعش الإرهابي قد أنشأ وحدة منفصلة لتهريب القطع الأثرية التاريخية وتحتوي الوثائق على معلومات خاصة حول مهربي القطع الأثرية في تركيا